وفي هذا الإطار أكد رئيس السيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة كما شدد السيد الرئيس السيسي على أن المشروع القومي للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في جميع أنحاء الجمهورية وبمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط لما بنقول أن وزارة النقل خدت تقريبا مشاريع بواحد وستة من عشر تريليون ودكتور مستفى مش كده كامل هي مش طرق كلها يعني بس خلي بالكم وكامل حتكلم بحط الوزنة دي في الطرق اللي بتقوم بيها وزارة النقل لكن في طرق بتقوم بيها وزارة الإسكان وفي طرق كتير بتقوم بيها القوات المسلحة أنا بس هاخد على هاب حاجة واحدة أنه قال إيه إحنا بنحاول نحل مسائل الزحمة في القاهرة لأ إحنا في اسكندريا بنعمل إيه دكتور مصطفى في بورسعيد بنعمل إيه في الإسماعيلية عملنا إيه لأ إحنا برضو عشان بس الصورة اللي إحنا بنقدمها للناس إن ده جهد مش ومش الهدف إن إحنا بنسجل جهدنا لأ إحنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد وكلام من هذا القبيل وأتصور إن ده كمان ليه تأثير كبير جدا جدا على نسب التلوث